أهلا بكم تشكل الانتخابات التركية سواء الرئاسية أو البرلمانية أهمية خاصة إذ تعد الأصعب التي يخودها الرئيس رجب طيب أردغان منذ 22 عاما خصوصا بعد تبني البلاد دستور عام 2017 الذي كرس نظاما رئاسيا يعطي مكانة خاصة وصلاحيات واسعة للرئيس بديلا عن النظام البرلماني الذي كان سائدا من قبل يتنفسه في الانتخابات الرئاسية ثلاث مرشحين بعد انسحاب مرشح حزب البلد محرم إنجا وهم الرئيس الحالي رجب طيب أردغان وزعيم المعارضة كمال كليكدار أغلو والمرشح الأكاديمي تحالف الأجداد آتا سنان أغان بينما تتقدم قوائم تحالف الشعب وتحالف الأمة وتحالف العمل والحرية القوائم البرلمانية الرئيس التركي رجب طيب أردغان الذي تولى السلطة منذ عشرين عاما ويبلغ من العمر تسعة وستين عاما ترك بصمة عميقة في بلاده وقد انتخب وأوعيد انتخابه مرات عدة لكن منذ عام 2013 بدأ الاقتصاد ينتقل من أزمة إلى أخرى فوفقا للبنك الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا الذي يعد مقياسا لثروة أي بلد انخفض إلى مستوى السنوات الخمس الأولى لوصول أردغان إلى الحكم خاصة مع وصول تدخم لأكثر من خمسين بالمئة وفقا لأركام رسمية الشهر الماضي من أبرز منافسي أردغان في تلك الانتخابات كامالك ليكدار أغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل التحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب ويعرف باسم طاولة الستة ويري تحالف المعارضة الذي تشكل قبل الانتخابات العودة إلى نظام برلمانية توكل فيه صلاحيات السلطة التنفيذية إلى رئيس وزراء منتخب من البرلمان وينتخب الرئيس لولاية واحدة مدتها سبع سنوات كما ينتقد دائما سياسة أردغان الاقتصادية والإقليمية الحالية أما المنافس الثالث في تلك الانتخابات فهو سنان أغان الأكاديمي السابق والبالغ من العمر خمسة وخمسين عاما فاحتمالات فوزه في الانتخابات ضائلة وأغان أكاديمي سابق دخل البرلمان عام 2011 تحت مضلة حزب الحركة القومية وأعلن ترشحه لرئاسة الشهر الماضي دون الاندمام إلى حزب لكنه مرشح لتحالف أحزاب قومية يسمى آتا ومع هذا القدر من التنافس هناك عوامل مؤثرة في الاقتراع أبرز تلك العوامل هو أثر الزلزال المدمر الذي درب تركيا في 6 فبراير الماضي وأوقع أكثر من خمسين ألف قتيل وعددا غير معروف من المفقودين في جنوب البلاد فقد واجهت الحكومة اتهمات بالتأخر في بدء عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة التي بات سكانها موزعين الآن في أماكن أخرى أو لاجئين في خيام وحويات مع بلوغ إجمالي عدد الناخبين الأتراك المدعومين للمشاركة في هذه الانتخابات قرابة 64 مليون شخص لن تقرر تلك الانتخابات من سيقود تركيا فقط بل ستقرر أيضا طبيعة حكم هذه البلاد وما ستقول إليه سياستها الاقتصادية فضلا عن تحديد طبيعة الدور الذي ستلعبه تركيا في الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر